اشتركوا في القناة 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 ليش الغلاط؟ ما راح خليك تشوفي أبو شهاب إلا لحتى عارف شو بديك منه أنا أبن اخته قولك أنا من طرف أبو يوسف وأبو أحمد ومين هدول أبو أحمد وأبو يوسف بالله صغرة هدول الشباب الفلسطينية يدي إجوا من فلسطين لحتى يقابدوا أبو شهاب مشان يستلموا سلاح وما أدري يفوتوا على الهارة لك شبالا شبالا اه ايه شرفي ايه امشي بلا أنزع امشي لك ليش عم تحكي معي هاد الحكي امشي شرفي خانوم شرفي أهلا وسهلا بست عمز وزيف مش شرف مقدارك أخي عمي أبو حاتي تقدري تحكي معه شو من بديك شو أحكي معه لك أنت جد بي ولا عما تشد بي استغفر الله العظيم على بحكي خالتي ما عد قدر استعملك ها ما عد قدر استعملك وملا لعيه قلتلك بدي أحكي مع أبو شهاب يا خانوم يا خانوم الله وكيلك أبو شهاب مالو بالحارة يا عذرة يا أم النور شلو مالو بالحارة متل ما عام قليك بقى شوفي شو بديك أنا بخدمتيك قلت له لهذا أبو عقدين أنه أبو يوسف وأبو أحمد ناطرين عندي بالبيت وهنا جايين من فلسطين خصوصي ليسترموا الإسلاح من أبو شهاب فهمت عليكي فهمت عليكي بس صدقيني يا ستم سوزيف أنه أبو شهاب مالو بالحارة وبالنسبة للشباب قللوا نروحوا لعند مختار حارة الماوي أبو صياح هذا الرجال من يمنى وهو بساعده شو قلت اللي اسمه؟ أبو صياح استبينا أي صعي قبل ما أنسى هدول الزعران العسكر قبل ما فوت على الحارة عطوني مكتوب وقالوا لي لازم وصلوا لأبو شهاب بالاسم وطالما مالو هون خلاص ها خد أنت إقرأ هالضر خير خير إن شاء الله خير عمي أبو حادي خير هيك دخلوا على هالبلاد وهيك بدن يستمروا اللي عمي أبو حادي والله شغلت اللي بالي عم يعطونا مهلي لفجر يوم الجمعة يا أما بنسلمون الأسرة والسلاح اللي عنا يا أما بيهبطوا الحارة في أروجنا بالمدافع فيه عليهم هالكلاب بلا شرف بلا ناموس والعمل اللي عمي الشغلك المال عند تشربك لازم نعمل اجتماع للرجال فورا تاخد الخانم لعندكن على البيت ولبين ما نخلص الاجتماع ما نخبرها شو صار معنا لا أنا بدي روح زور إمزكي أم يا ولد وصلني لعندك شرفتي ست أم زوزيف أبو العز وصلني لعدم توفي وأنت راجع مروع على أب بشير وقل له اجتماع بالقهوة من بعد أمرك أشي؟ شرفي أنا مانتي ما بتحكي معيها مانتي ما بتحكي معيها يا عليك يا شعورية لك شلوني قدرتي توتي على الحارة بدون ما تخافي من العسكات؟ دخيل هيك يا أم زفي على شو بدي خاف؟ ما بقي من العمر أكتر من يا ليراق؟ بعدين من مين بدي خاف؟ من شوية أولاد حاملين بوارين؟ لك هادول ما بيخافون أملي ميت أهلين وسهلين بالتبق أم زفي شربتينة وأنا بتينا خطلة عزيزة والله بالمهلة تقبريني ما قلت لي شو اسمها الصبيع؟ اسمها فريان وبيقولولا أم توفي روحي العذرة تحميلك توفي وما تنحرمي منه بحياتي قلت تسلمي لي يا أم زفي أنت وحكيتك شو حلوين وينك وينك أنت؟ إننا زمان ما شفناك شو بيك؟ وليش عم ما تضحكي؟ ليكون قلت شي بضحك وأنا ما عندي خبار أنا مضبوط بيقولولي إم توفي بس الله بعدي اسمه وكرمه ما طعمني توفي بس بينادولي هيك مثل جوازي الله يرحمه أبو توفي إلا كان الله لا يرده مطرح ما راح أنا لو كنت فدالي كنت بتجوز مرة ثانية وبخلف صبي وسمي اسماعيل أو حمتي أو أدهم جكارة بالمرحوم يبعت لك يا أمزكي ولك ليش معرفتيني على أم جوزيف من زمان؟ اي والله حكياته اضافوا بيفوتوا لصمصومة القلب من جوه من غير لا حاضر ولا دستور اي صبي قهوة صبي ببللعي وانتي أمزكي بدي تشوفيلي فنجاني وتشوفيلي إذا كان شي واحد أعمى قلب جاي يطلبني عن قريب ولا لا لأنه إذا ما فيه بدي يكسر الدف وبطن الغنة اشتركوا في القناة